أنا من حظي هو أنه عشت في الجزائر نص حياتي ونص الأخرى أني عشت في الخارج من حظي وبالتالي نعرف العقليات في زوج نعرف العقليات في الجزائر كيفاش راكبه وكيفاش الناس تفكر ونعرف الناس اللي هما عايشين في الخارج كثير من الناس ما على بالهمش بالمشكلة هذا اللي يراهوا يعيشوا جمل بالماضي وقاعدين طايحين عليه ولكن هو العقليين تعه وما ليش العقليين تعه الناس اللي يراهوا ما عايشين في البلاد وأنا فهم هذه المسألة ونحاول هو أن نلقى لكم إجابات حول هذا الموضوع هل ترى الإقالة انتاعه بهذه الطريقة هو تقليد هو تكريس جديد لهذا الثقافة انتاع التداول إذا كان كل مسؤول يخفق في مسؤوليته يقدم الاستقالة علاش الناس الخارجين اللي هما أخفقوا في إدخال الجزائر تالبريكس وهلما جرى نديروا نقاطهم بعد اكسبوه إلى آخره علاش مقدمش الاستقالة إذا كان هذا رأى جمل بالماضي أنا ما ليش مبرر له رأى نتكلم بموضوعية إذا كان هذا جمل بالماضي رأى هو يدي في مئتين أورو مئتين ألف أورو والناس اللي رأى مها يتصرفون في عبار بيترول وفي جبال الذهب والحديد ويتصرفون في البلاد كما يتصرفون في بيوتهم ولا ربما كين منهم اللي ربما في البيت انتاع وما يقدرش يصرف فيها كما رأى يصرف في البلاد طبعا ليش ما تحضرش عليهم قولوا والله كما يقولوا مغلوب تيجارتي كما يقولوها بخوتنا الجزائريين وما نيش نبرر لكم في هذا الإخفاق وفي هذا الفشل وذلك نتكلموا عليه بالتفاصيل إن أرتم لكن الموضوعية تقتضي لأنك أنت لما تكلمت أرك تكلم على بلاد كنقولوا مثلا نظرك هذا رأى وقال كارتي وقال راملس دار وفارق وهما وضب الرسم الله يسهل عليهم لما تكلم انتاع الوطنية بعدما قلبوه مجاهد وقلبوه محرز مجاهد وغيرهم صاروا رجعهم أباليس وهذه رأى رسالة لكل مسؤولين يعني هكتشوف لما تكون في الخدمة تليفونات تجيك من كل زاوية هذه عرضات وهذه إشاوات وهذه كدوات وهذه كذا بمجرد هو أنه طيح تبدأ السكاكين في الظهر فنشوفوا فيها رح نشوفوا كم من مسؤول لما كان في المسؤول ينتاعه كان يقدم فيه خدمات للناس سيارة وتليفون ما يحبسش منه هم يعيطروا لكن بمجرد هو أنه يطيح خلاص فنشوفوا لاعبين قداما وراء بالشيخ وراء باللومي وراء ما جار شتي وما جار وش دار وشفتوه كيف خرج إلى درجة أنه صار يروح يتفرج في كورة القدم شفتوه وش صار فيه كانت تزوكو بتار هذه الدنيا يا قدر يا سعدك يا فعل الخير ومفترض هذه رأى دروس وعبر للناس وش الش اللي خل الفريق الوطني هو أنه في عز الأزمة هذا جمال بالماضي ما جابوه شذر قال مثلا في الفين واربع وشنين راح جابوه في الفين وثمانتاش أعتقد كانت في ذاك الوقت الجزائر على أهبة الانفجار قبل الحراك هكذا وعلا راح وجابوه إذا كان مشكلة في المدرب ما جابوهش مدربين آخرين ما جابوهش هذك حالي لوزيش هذك وجابوه آخرين كم من فرنسي وجابوه ناس آخرين وحتى هذا الناس اللي راح تكلموا عن الوطنية بكنت لما قال مثلا تنحي تجمل بالماضي هذا إذا كان المشكلة في المدرب وتجيب لي أنت مدرب جزائري يعني نحي تجمل بالماضي تكلموا عن الوطنية تجيب لي أنت واحد وطني يعني نشوفوا فيهم والله العظيم يكيني اللاعبين لا يحملون من الجزائري إلا الإسم والله لعلى بالو بها ونصدى إسمنا تعوه ما هوش جزائري عقيته ما هيش جزائري عقليته ما هيش جزائري وترك تكلموا عنها فريق وطني هذا حقه نسيت نسيتهم تحوسوا للربحة برك تحوسوا للربحة تحوسوا للشبعة تحوسوا للشيعة تحوسوا الشهرة آه عندكم واحد يلعب في فريق ألماني الآخر آه ذاك يلعب في البريزيل آه الاخر ذاك يلعب في ذي بقي لا رك ما تفكروا تفكير وطني المفترض هذا يتم تدريب الجيل من الصغر من المدرسة لما يتم اكتشاف المواهب انت حم في المدرسة وجي طالع لما أنت توصل للفريق الوطني رك تمثل في بلاد رك تمثل في أعلام انتع بلاد تمثل في وطن تمثل في شعب وهذا تمثل مش غير في كرة القدم في كل مجالات تعطي صورة جميلة للجزائر أنا شوفوا فيهم الناس ليحين الجزائر ليحينها في الوحل والله العظيم يتبه دي اللي راه موجود في التيك توك أنا ما كنتش نتبعه غير مؤخرا كان بعض الإخوة آلحوا عليا أهل جل باش نفتح حساب في التيك توك قال باللي يودير آخلات راه من ناس راه من يستغلوا في تسجيلات متاعك وكذا وكذا لا سيما المتعلقة بالمأساة أو دي فتح حساب وش خسرت أنت خيرك دير حساب دير حساب والله أولي من بعد فكرت يعني في الموضوع والله يتبه دي اللي صاري شوف المستويات شوف أنت عدد المشاهدات وعدد المتابعات وعدد التعليقات هذه وراء الوطنية ما عندكمش غيرة على البلاد غير فقط على قدام الناس هذا الإنسان اللي عنده الوطنية يغير على ابنة بلاده يغير على الأسرة الجزائرية يغير على المجتمع الجزائري يغير على الرأي الجزائرية يغير على الهوية الجزائرية والله أنتم فقط عندكم الوطنية هذه روح تدير تي شيرت والله أنبولوا أكذا وتصور به ورق جزائري والله أمشي به يقول دم الناس باش يقولوا هذا جزائري هذا ما لك هذا جزائري هذا الوطنية ما عنده احتمعنا وطنية لازمك تعرف تاريخ بلادك لازمك تقرأ على تاريخ بلادك وطنية هو أنك تقدم أشياء لبلادك البلاد محتاجة الرجال موشغل في كرة القدم في كل مجالات هل المشكلة في بالماضي؟ هل المشكلة في الفريق الوطني؟ هل المشكلة في اللاعبين؟ هل المشكلة في الخطط؟ ها التقنية هذه اللي قدمها هذا جمال بالماضي وين رأوا الخلال؟ مش من جهة؟ هل ترى الخلال هو في كرة القدم الجزائرية؟ خلال هو في هذه الاتحادية تاعة كرة القدم؟ الخلال في الصحفيين؟ والله العظيم نسمع في بعض الصحفيين وذلك لأننا نتكلم لكم على جمال بالماضي على بعض الأشياء اللي ربما الناس ما مش متوله لها او ربما ما يعرفوهاش اسمع في واحد صحفي يتكلم معه والله العظيم لو كان جيت انا في مكاننا جمد بالماضي نخرج لي نحكمه ثمه وندخل فيه جده ولا الحيط يا صحبي هذي صحفة سيد انت واحد اراه ودرك هو في حالة يرثلها واحد انت يعني انت واحد يروح لثمه على جل هذا الكوديفور والله الاي ما كان عده يروح لجل باش يخسر سيد جاء في وقت من الاوقات على جلبه شو يعطي دفع للفريق الوطني حرز على كأس افريقيا في الوقت انه الشعب الجزائري في غالبية كان يوكل فيه الاحباط نعم كورت القدم مش توكل فينا وهذه علاشه احنا يجي واحد يديرنا عليها درسه مناش محتاجين لدرسه كل انسان واعي كل انسان عاقل كل انسان مثقف كل انسان متربي كل انسان متأدب كل انسان ابن عائلة يعرف هذه المسائل ما وش محتاج للدروس يحتاج ربما لتذكير كانت الجزائر في مرحلة الرئيس مقعد على كرسي مشلون مؤسسات الدولة معطلة ودب ركموا له وجاء في هذه كل المرحلة وانه شعب الجزائري خلاص لحق الوحد المستوى من الاحباط الله اعلم به وجاء في هذلك الوقت وكان يشتغل مع هذك زدشي هذك زدشي ارادة وكان استغلوها الناس قاعدة تحكيها للفساد تحكيها للفساد ياليتهم كانوا محاربين للفساد يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هذا ما كان هذاك العامل بين هذك زدشي مجمال بالماضي يشتغلوا مع بعض واحرزوا على كأس إثري لو كان هذ الناس جاءوا يفكروا في الفريق الوطني وكان خلوهم مع بعض مباشرة اعطاحوا بزدشي وكانت باينة باللي جمال بالماضي رحم جايل ليه لماذا؟ لأنه كان الناس اللي هما دايرين عصابات العصابات هذه رحها مش موجودة غير فقط في الاقتصاد موجودة في كرة القدم العصابات اللي رحها موجودة في كرة القدم الله اعلم بها الناس يشريوا في الازار بيثروا يشريوا في المقابلة في كرة القدم فساد الله اعلموا به والناس حتى من الناس هذول اللي يدعي والوطنية وكذا وكذا منهم من اللي راهوا يحاب يدخل لك هذه الكولسة وديروا كما راه يدير فلان في البلد الفلاني وكذا وعليش ما تديروش كذا وعليش ما تديروش كذا ويتكلموك عن الوطنية الوطنية انت هذه يعني تسر يعني ترشي يعني دير المهم المهم تجيب بارك قدم الناس شعة شهرة الوطنية ماهيش هذه هي عقلة الوطنية قيم الوطنية أخلاق الوطنية مبادئ الوطنية تاريخ الوطنية ثقافة ماهيش سرقا جوار وسرقا بيت وسرقا كذا ولا يهم إذن جا هو في وقت من الأوقات وانه كانت الجزائر في مرحلة الله أعلموا بها والناس اللي راهم عاشوا تلك المرحلة راهم على بالهم بها ما را نش نجيبوا فيه وسمه ذك المشكل وين راهوا انتاع هذا جمل بالماضي وانتاع يعني لا سيما الصحافة ذركيني الناس ذرك هو هذا جمل بالماضي هذا مش متربي في العاصمة ولا في ستيف ولا في قسنطينا جمل بالماضي هذا راهم عنده عقلية انتاع واحد أوروبي ولو أنه راه مسلم ولو أنه راه من أصول جزائرية ولو ولا ولا ولكنه راه كبر في محيط وحد آخر عنده عقلية وحد أخرى انت ذرك لما هو يدخل عنده سيجين انتاع وراه راح يتكلم إليه عنده لزيتيكات ها تقاليد مثل مرأة من المدربين في العالم وكذا يمشي عليها انت كيني الناس اللي هما مكلفين بمهمة يتم تحريشهم كالكلاب أنا نقدر نقول الكلام اللي ربما ما يقدرش يقولوه الناس في قنوات فضائية أنا نقول يتم تحريشهم كالكلاب أنا نقول هالكم بالصوت والصورة يجي كاميرا رأى شعلة تقاري الصحافة ويجي عقب لقدم الكاميرا يحط لك تليفون قدامه رأى هم شعل التليفون باش زعم يوريجيسر باش يحط وله قدامه يبدأ التليفون يصوني قدامه ته صحاف انت يا وين قريت قريت بنعك نون كيني الناس اللي هما مبعوثين يجي وهم لجل بشي وطروه وكم تعرفوا باللي الاعلام هذا الناس رأى تشفى خاصة ان في الانترنت قال مثلا كيمة بكرية والله قال يكوبيلك الفوتو والله يكوبيلك الصون والذيك وعندهم الاحتكار قال تنفز الوطنية وحاجة مثفوط الآن مكنش هديك حاجة مثفوط الآن بكاميرا كاشي ويقدر الفيسبوك والانستغرام وتويتر وتيك توك ومن بعد ما على بالهاش الناس كينا الناس رأى تخمم في عدد التعليقات رأى تخمم في الاعجاب رأى تخمم في عدد المشاهدات لا يهمه والله وتخلى البلاد والله لا على باله بها المهم هو منشور مهموش بالتالي ذرك هذا جمال بالماضي هو عنده عقلية عقلية هذيك ما يش العقلية انتاع كثير من الناس سوارهم تربي في الخارج وانا دائما كان بعض الاقارب والناس اللي نلتقيهم ونعرفهم نقول لهم باللي انا لما تكون انت في فرنسا تكون داخل الجزائر حقلية انتاع هنا ديرها في سك وخليها في المطار متقدرش تمشي بها في البلاد وانا قبل قلتها لكم بتكون من حظي هو اني كبرت في البلاد والنس انتاع العمر الاخر قضيتوا برا في الخارج بالتالي وعقلية اللي هنا ما تقدرش تمشي بها اللي هنا هو عنده نظام تلقى انت واحد على الربع انتاع الصباح واحد من في الطريق فروج راهو شعل يحبس اللي هنا راني يعيش في البلاد ما تلقاش الفروج اصلا وانا لقيته شوف منه يعطيها بالتالي القانون يدحسون السيد راهو عنده عقلية هاك مش تنكز نكز وش صرا فيه في البلاد عنده عقلية ما يقدرش يعيش بها في البلاد وعينا نقولوك في هذلك الكلام هذا هاو ذوك الامرق ما تجيبوه كفر يتمرمد وراهم ذوك الانصار وراهم اللي كانوا يظالوا يسبوه فينا وراهم اللي كانوا دائرين منه وما نش عارف كذا وراهم نفس الشي داروا الاسم هذا جمال بالماضي جمال بالماضي عنده عقلية ما تتلائمش مع هذك العقليات اللي موجودة لها هو قال راه انترينور يدخل يا صاحبي يجي واحد انته يدخل له يقول له السؤال ايه قصر من بلا شوف او ميت ميت ينوضم ميت ميت ينوضم على الدخلة ما زال قعد قولي يوم سيب الماضي انترك اخفقت في الجول اللولا اخفقت في الكاميرون اخفقت لنفتع كوديفوار اخفقت في التأهل في الجزائر في القضية وش اسمه الكاميرون تعك عسد عالم وش هو تعليق بداية يا صاحبي ثم اعبد والله وش هو مش مخدمين وعلى هو مش بشر هو مش يحس هو راه يحس راه يتألم كاين بعض من الناس اللي يوم راه يفكر غير في الدراهم يوم راه وكاين عقد معناوي راه جزائري قبل كل شي قبل الدراهم الدراهم راه يخلاص راه يروح وتدي مليار ولا زوج وراه نزار تدي كل لكن في النهاية تلقى قدام ربي تلقى ربي قدامك تلقى الأفعال قدامك يا أخويا كاين بعض الأسئلة ما تنطرحش وإلا تنطرح في وقت واحد آخر السيد قال مثلا كمثال قال السيد بالماضي نحن نشعر بخيبة الأمل اللي راه مشعروا بها كل الجزائريين ورانا حسين بالوجع اللي ركنت عندك ولكن مثلا قال واش اللي كانت عطينا تقييم يعني من الذي جعل جمل بالماضي والفريق الوطني في وضع متعفن في وضع إحباط في وضع كذا يخلي الفريق الوطني هو أنه يحرز على كأس إفريقيا وش هو الشي اللي يخلي أنه الجزائر عندها لاعبين كبار يلعبوا في أندية دولية وش الشي اللي يخلي الفريق الوطني عنده هذه الإمكانيات وفيما بعد قال مثلا هو ما يتعداش الدور الأول يا هل ترى مسألة تحكيم يا هل ترى كولسة يا هل ترى مسألة خطط يا هل ترى حسابات ما كنتوش ديرين هكذا ماذا بك لو كانت تعطينا عني توضيحات حابين على جل بش نفهمه منك كون هو أنك أنت ركل المدرب والقائم بالفريق الوطني شوية ضرافة شوية ضرافة تطرح أنت أسئلة على جل بش أنت تدي الجواب يجي يدخل فيه يدخل هكذا وما بعد الأخر هو مزل ويزدي يجي الأخر كيف صحبي هذي أنت وش هو حاب توتره حاب تدير البوز وش تحوس وانا تحوس على الفريق الوطني الفساد اللي في رأه في البلاد ما كش شوف فيه فساد ظهركم غير في الفريق الوطني وما نيش نبرر للجمال بالماضي نيش نبرر له أرى دايما تكلموا عليه إذا كان كنتم رأكم غايظتكم البلاد وغايظكم الفريق الوطني وكذا يا أخو يكين أوقات تتكلم فيها وراء المشكل قال غدو أنت يرجع للجزائر ويرجع الفريق الوطني للجزائر وراء المشكل هو أنه قال ودي نطالبه بتوضيحات ويكون فيه طار من الأدب ومن الاحترام ويكون تكون فيه إجابات مقنعة وراء المشكلة قال درك هذا جمال بالماضي رأى أخطأ وراء أخطأ اللاعبين إذا كان ولابد هو أنه يقال يقال وراء المشكلة هذه رأى مسألة فريق وطني إذا كان ولابد من اللاعبين هو أنه كان الناس اللي ربما رأى تقدم بهم السن والله يروحوا وراء المشكلة ولكن ثم بعد إذا كان الناس عندها عقليا حب الوطن وهو الوطنية الصحيحة فترشي جيب لي أنت فيما بعد واحد ما نشعر فأنا من جيب الهمال يوم بعد جي أنت تقنعني بالإراك وطني وبالإراك أنت تحب البلاد كالناس اللي ربما قال مثلا أسئلة مطروحة قال مثلا علاش مثلا يتم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين بدل من الأخرين علاش ما تعطاش الفرصة اللاعبين أخرى هل ترى فيه أشياء نحن ما علي بنشبهها قال لماذا الاعتماد على هذا اللاعبين اللي رأى معايشين هما في الخارج ولاسيما القادمين من فرنسا وفي المقابل لا يتم اعتماد اللاعبين جيين من الجزائر أسئلة موضوعية أسئلة منطقية اللي تخليك فيما بعد أنت تفهم إذا كان كنت تتحوس على الفريق الوطنية وتحوس لكن بالطريقة هذه اللي حضر أن يشوفوا فيها سمحوا لي كين الناس والله العظيم والله ما يستهلوش بش يكونوا يعني فينا دولة صحفية والله ما يستهلوها دولة صحفية شكرا للمشاهدة